أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي عن إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهر المقبلة وفي كلمة ألقاها على هامش فعاليات الجناح المصري في أكسبو 2020 دبي لفت زكي إلى أن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحد القطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025 كما أكد زكي أيضا أنه سيتم الإعلان عن مشروعات ستقام لصناة الهايدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ نوفمبر كوب 27 المقبل